دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرسة مع عبدالله نيمر ألغاء التشاور الشبابي الذي ينفذه المجلس العلالي الشباب بالمحافظة وفي فعالية التدشين أكد الأمين العام دعم السلطة المحلية بالمحافظة للشباب وكافة أنشطتهم نظرا الدور الفعال والمهم للشباب وأهمية تعزيز دور الشباب وتمكينهم بالمجتمع وثمن الأمين أدوار الشباب بمحافظة المهرسة على مستوى الجهود الذاتية والتطوعية وتواجد العنصر الشبابي في أغلب الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومن جانبه أشار المنسق العام للمجلس الأعلى للشباب بالمهرى المهندس يوسف كلشات إلى أهداف اللغاء التشاوري وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا قادرين على المشاركة الفعالة إضافة إلى أهمية تصليد الضوء على التحديات التي تواجه الشباب وإمكانية تقديم حلول واقعية لهم